يعني بالنسبة للمرور في مناطق الزحمة وفي مناطق فيها سيولا يعني مثلاً لرايح المطار هيلاقي طريق صلاح سالم كله سلك وجميل وفيش أي مشاكل الكورنيش عليه شوية كسافات أنا أعرف دلوقتي التفاصيل خليكم معاناً هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر كالعادة بنبدأ من محافظة القاهرة شارع رمسيس تحديداً ويشهد في الوقت الحالي كسافات مرورية بسيطة دلوقتي ومكملة لحد شارع الجيش وصولاً لمدان العباسية لو فضلنا ماشيين تقاطع شارع صلاح سالم هناك هنلاقي برضو بعض الكسافات البسيطة لو رحنا عند كبر الجلاء سيولا مرورية مكملة طريق العروبة وعند كبر المطار هناك بقى هتبدأ كسافات نسبية بس بتقل وتختفي واحنا دخلين على طريق المطار عند كبري الحدايا اللي جاي من الزاوية متجه للفجاري وكذلك الأمر أعلى كبري المطارية للقادم من الكابلات كورنيش النيل اللي جاي من المظلات هيلقي كسافات مرورية بسيطة ومتحركة ومستمرة لحد وسط البلد طريق كورنيش بقى بداية من المظلات هيلقي برضو كسافات مرورية متحركة في الاتجاهين سواء المتجه لمناطق وسط البلد وحلوان أو المتجه للمؤسسة كبري أكتوبر برضو عليه بعض الكسافات خاصة في المنطقة اللي هي من وسط البلد لغاية نزلات غمرة تعالوا مع بعض دلوقتي بقى كده نروح محافظة الجيزة محافظة الجيزة هنلاقي إن شارع الهرم بيشهد بعض الكسافات المرورية واللي ظهرت في منطقة مشعل وفي شارع العشرين والحد الطلبية كسافات للمتجه لكبري الجيزة المعدني شارع فيصل كمان بمنطقة الطوابق حتى العشرين المحور للقادم من أكتوبر هيلاقي كسافات مرورية قبل دائري كسافات دي مستمرة ومتقطعة لحد نادي الزمالك بعد كده بتنتهي وده طبعا بعد توسعة كبري 15 مايو اللي عمل استيعاب شديد للحركة المرورية شيء عظيم جدا أما المحور المتجه لمنطقة أكتوبر فهيلاقي إن فيه سيولة مرورية إجمالي الحركة كده في الجيزة بسبب المحاور الجديدة اللي اتعملت واللي تم افتتاحها زي محور الفريق كمال عامر ومحور مهندس شريف اسماعيل وغيرها من المحاور المحاور دي عملت سيولة مرورية كبيرة يمكن اللي بياخدوا الطرق دي هيلحظوها نروح لمحافظة المينيا هنلاقي إن سيولة مرورية موجودة في عدد كبير من الطرق لو يشين على طريق الصحراوي الغربي من محافظة بني سويف لمحافظة المينيا هنلاقي إن فيه سيولة مرورية طريق الشيخ فضل فيه سيولة مرورية على طول الطريق مع ده بعض الكسافات البسيطة أما طريق المينيا مغيغة ففي بعض الكسفات البسيطة ولكنها غير مؤثرة إطلاقا الطريق الصحراوي الشرقي في بعض الكسفات المرورية البسيطة نكمل جولتنا ونروح محافظة الشرقية طريق الزقزيق مينيا الأمح في سيولة مرورية نقدر نقول إن الحالة داخل مدينة الزقزيق كده فيها بعض الكسفات المرورية البسيطة في طريق المحافظة وفي الجامعة بس في سيولة مرورية عند موقف المنصورة ومدخل الطريق الجديد لدرب نجب أما طريق أبو حمد للإسماعيلية فماشي بشكل كويس جدا بعد بعض الكسافات في مداخل بعض المدن بسبب تنظيم حركة المرور ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم كده في جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس شديد الحرارة رتب نهارا على أغلب الأنحاء حال رتب على السواحل الشمالية ومائل للحرارة رتب ليلا على أغلب الأنحاء متوقع درجة الحرارة في القاهرة توصل العظمة 36 وتكون أعلى درجة حرارة في أسوان 43 وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 31 درجة طبعا نحن هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل كمان بس بعد شوية